أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حين انكسفت الشمس فقال أما بعد أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يزر رداءه من العجلة فقام إليه الناس فصلى ركعتين كما يطلون فلما انجلت خطبنا فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عبادة وإنهما لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزع يخشى أن تكون الساعة فقام حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قبل ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عبادة فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فدعوا الله عز وجل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطول الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة جياب الثوب أخبرا لمحمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا المسعودي عن أبي بكر بن عمر بن حزم عن عباد بن تميم قال سفيان فسألت عبد الله بن أبي بكر فقال سمعته من عباد بن تميم يحدث عن أبي أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي استقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين قال أبو عبد الرحمن هذا غلط من ابن عيينة وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي قال أرسلني فلان إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبذلا فلم يخطر نحو خطبتكم هذه فصلى ركعتين أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن كنيم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء أخبرنا يا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي قال سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين أخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا الوليد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن عمه حدث أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فحول رداءه وحول للناس ظهره ودعا ثم صلى ركعتين فقرأ فجهر أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقال برداء أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو تقي الحمصي قال حدثنا بقية عن شعيب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقى استقبل القبلة وقلب الرداء ورفع يده أخبرني شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقى فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطي أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى آب اللحم عن آب اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول بين نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدب البلاد فادعو الله أن يسقينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه فقال اللهم اسقنا فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى أوسعنا مطرا وأمطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى فقام رجلا لا أدري هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم استسقي لنا أم لا فقال يا رسول الله إن قطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء فادعو الله أن يمسك عنا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا ولكن على الجبال ومنابت الشجر قال والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو هشام المغيرة بن سلمة قال حدثني وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر وهو العمري عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا فقال يا نبي الله قحطت المطر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال وإيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب قال فأنشأت سحابة فانتشرت ثم إنها أمطرت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف الناس فلم تزل تمطر إلى يوم الجمعة الأخرى فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطر صاحوا إليه فقالوا يا نبي الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادعوا الله أن يحبسها عنها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك أنا رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وأمطرت قال أنس ولا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائمة فقال يا رسول الله صلى الله وسلم عليك ألكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنه رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك سألت أنسا أهو الرجل الأول قال لا قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله ويستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين قال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن نبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن تينان عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متخشعا متبرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين ولم يخطب خطبتكم هذه أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن نسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر قال اللهم اجعله صيبا نافعا أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن يزيد بن خالد الجهني قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذاك الذي آمن بي وكفر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك الذي كفر بي وآمن بالكوكب أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمر عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله عز وجل المطر عن عباده خمس سنين ثم أرسله لأصبح الطائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فقال يا رسول الله قحط المطر وأجدفت الأرض وهلك المان قال فرفع يديه وما نرى في السماء سحابه فمد يديه حتى رأيت بياض ابطيه يستسقي الله عز وجل قال فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله فدامت جمعة فلما كانت الجمعة التي تريها قالوا يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرعة ملانة ابن آدم وقال بيديه اللهم حوالينا ولا علينا فتكشفت عن المدينة أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا أبو عمر الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله ألك المال وجاع العيال فدعو الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزع والذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبرك حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فدعو الله لنا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بالجوب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأشعة بن أبي الشعتاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان ومعنا حذيفة بن اليمان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فوصف فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدوه فصلى بالطائفة التي تليه ركعة ثم نكس هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا سفيان قال حدثني أشعة بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذي خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا سفيان قال حدثني الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاه عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به قرد وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا أخبرني عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير عن محمد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا ثم ركع وركع أناس منهم ثم سجد وسجدوا ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا والناس كلهم في صلاة يكبرون ولكن يحرث بعضهم بعضا أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن أكرمة عن ابن عباس قال ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أخراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء إلا أنها كانت رقبا قامت طائفة منهم وهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت معه طائفة منهم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قياما أول مرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم جلسوا فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه وصفا مصافو العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة أخبرنا قتيبة عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انطلقوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقدوا ركعتهم وقام هؤلاء فقدوا ركعتهم أخبرني كثير بن عبيد عن بقية عن شعيب قال حدثني الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو وصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقام الطائفة منا معه وأقبل طائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين لم يصلوا وجاءت الطائفة التي لم تصل فركع بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي عن عبد الله بن يوسف قال أنبأنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال كان عبد الله بن عمر يحدث أنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصف خلفه طائفة منه وأقبلت طائفة على العدو فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم انصرفوا وأقبلوا على العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ذلك ثم سلم ثم قام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا محمد بن المبارك قال أنبأنا الهيثم بن حميد عن العلاء وأبي أيوب عن الزهري عن عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قام فكبر فصلى خلفه طائفة منه وطائفة مواجهة العدو فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا ولم يسلموا وأقبلوا على العدو فصفوا مكانهم وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم ركعتين وأربع سجدات ثم قامت الطائفتان فصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسجدتين قال أبو بكر بن السني الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقرد وأنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن زبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال أبو هريرة نعم قال وركعت معه الطائفة التي تليه ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه والآخرون خيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان برسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني سعيد بن عبيد الهنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين وقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين فيصلي بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم فيصلي بهم ركعة ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد عن شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة أخبرنا أحمد بن المخدان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال أنبأني يزيد الفقير أنه سمع جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت خلفه طائفة وطائفة مواجهة العدو فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إنهم انطلقوا فقاموا مقام أولئك الذين كانوا في وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فسلم الذين خلفه وسلم أولئك أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقمنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ورفع ورفعنا فلما انحذر للسجود سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونه وقام الصف الثاني حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الذي يلونه ثم سجد الصف الثاني حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمكنتهم ثم تأخر الصف الذين كانوا يلون النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الصف الآخر فقاموا في مقامهم وقام هؤلاء في مقام الآخرين قياما وركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا ثم رفع ورفعنا فلما انحدر للسجود سجد الذين يلونه والآخرون قيام فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونه سجد الآخرون ثم سلم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفل والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا ثم ركع فركعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرثونهم فلما قاموا سجد الآخرون مكانهم الذي كانوا فيه ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذين يلونه والآخرون قيام يحرثونهم فلما سجدوا وجلسوا سجد الآخرون مكانهم ثم سلم قال جابر كما يفعل أمراءكم أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عن أبي عياش الزرقي قال شعبة كتب به إلي وقرأته عليه وسمعته منه يحدث ولكني حفظته قال ابن بشار في حديثه حفظي من الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصاف العدو بعثفان وعلى المشركين صالد بن الوليد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الظهر قال المشركون إن لهم صلاة بعد هذا هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فصفهم صفين خلفه فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فلما يرفعوا رؤوسهم سجد بالصف الذي يليه وقام الآخرون فلما يرفعوا رؤوسهم من السجود سجد الصف المؤخر بركوعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر فقام كل واحد منهم في مقام صاحبه ثم ركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فلما يرفعوا رؤوسهم من الركوع سجد الصف الذي يليه وقام الآخرون فلما يفرغوا من سجودهم سجد الآخرون ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقال المشركون لقد أصبنا منهم غرة ولقد أصبنا منهم غفلة فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ففرقنا فرقتين فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرقة يحرثونه فكبر بالذين يلونه والذين يحرثونهم ثم ركع فركع هؤلاء وأولئك جميعا ثم سجد الذين يلونه وتأخر هؤلاء والذين يلونه وتقدم الآخرون فسجدوا ثم قام فركع بهم جميعا الثانية بالذين يلونه وبالذين يحرثونه ثم سجد بالذين يلونه ثم تأخروا فقاموا في مصاف أصحابهم وتقدم الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم وصلى مرة بأرض بني سليم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود واللفظ له قالا حدثنا خالد عن أشعة عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلم عن قتادة عن الحسن عن جادر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم أخبرنا أبو حفص عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة قبل العدو ووجههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون سجدتين في مكانهم ويذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ركعة ويسجدون سجدتين أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فصلت طائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو فصل بهم ركعتين ثم قاموا مقام الآخرين وجاء الآخرون فصل بهم ركعتين ثم سلم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأشعة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين والذين جاءوا بعد ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولهؤلاء ركعتين ركعتين أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عبومة له أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد أخبرنا عمر بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حقصة قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا فقالت نعم بأبا قال ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ويشهدنا العيد ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال لقيت أم عطية عن أبيه قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حلة من استبرق بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتغي هذه فتجمل بها للعيد والوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ذيباج فأقبل بها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها وتصب بها حاجة أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأشعة عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أن علي استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد قبل الخطبة بغير أدان ولا إقامة أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبية يقول حدثنا البراء بن عازب عند سارية من سواري المسجد قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله فذبح أبو بردة بن دينار فقال يا رسول الله عندي جدع خير من مسنة قال اذبحها ولن توفي عن أحد بعدك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر ويوم الأضحى يركزها فيصلي إليها أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان بن سعيد عن زبيد الأيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على رسان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن منصور قال أنبأنا سفيان قال حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد فسأل أبا واقد ليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم فقال بقاف واقتربت أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب يخبر عن عطاء قال سمعت بن عباس يقول أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازبا قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة حدثنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا بن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب أن نبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد قال من أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقن أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبي رمسة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن أبي زائدة قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي كاهل الأحمسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطام ناقة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سماك قال سألت جابرا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة ثم يقول أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن جابر قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة لغير أدان ولا إقامة فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه ثم حدتهن على طاعته ثم قال تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين بما يا رسول الله قال تكثرن الشكاة وتكفرن العشير فجعلن ينزعن قلائدهن وأقرطهن وخواتيمهن يكذفنه في ثوب بلال يتصدقن به أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن داود عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى فيصلي بالناس فإذا جلس في الثانية وسلم قام فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس وإلا أمر الناس بالصدقة قال تصدقوا ثلاث مرات فكان من أكثر من يتصدق النساء أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع والغضل عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أخبرنا عتبة بن عبد الله قال أنبأنا بن المبارك عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جادر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمل الله ويثني عليه بما هو أهده ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يقول بعدت أنا والساعة كهاتين وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم مساكم ثم قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا أولى بالمؤمنين أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني عياض عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيأمر بالصدقة فيكون أكثر من يتصدق نساء وإن كانت له حاجة أو أراد أن يبعث بعثا تكلم وإلا رجع أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا حميد عن الحسن أن ابن عباس خطب بالبصر فقال أدو زكاة صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شات لحم فقال أبو جردة بن نيار يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شات لحم قال فإن عندي جذعة خير من شاتي لحم فهل تجذي عني قال نعم ولن تجذي عن أحد بعدك أخبرنا ختيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا أخبرنا ختيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم فيها ثم قام فخطب خطبة أخرى فمن خبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدة فلا تصدق أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب إذ أقبل الحسن والحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل وحملهما فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت بن عباس قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير ابن الصلق وصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب رلال أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال أنبأنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصل لقبلها ولا بعدها أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال خطبنا رفور الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانتفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلة أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قلت عن أبيه قال نعم عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم قرأ بهما أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة قال سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين قال نعم صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد بن الزبير فأخر الخروج حتى تعال النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم إذن الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة أخبرنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاليتان تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم عيدا أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فدعاني فكنت أطلع إليهم من فوق عاتقة فما زلت أنظر إليهم حتى كنت أنا التي انصرفت أخبرنا علي بن خشر من قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال دخل عمر والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فإنما هم بنوا أرفدا أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة أنه حدث أن عائشة حدثت أن أبا بكر الصديق دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه وقال مرة أخرى متسجن ثوبه فكشف عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد وهن أيام منا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال سمعت موسى بن عقبة قال سمعت أبا النظر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لياليا حتى اجتمع إليه الناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه نائم فجعل بعضهم يتنحنحوا ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من فنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشعر فلما صلى قام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم لهذه الصلاة في البيوت أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتال عن زرارة عن سعد بن هشام أنه لقي بن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال عائشة ائتها فسلها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك فأتيت على حكيم بن أفلحة فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضيا فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت لحكيم من هذا معك قلت سعد بن هشام قالت من هشام قلت ابن عامر فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامرا قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أليس تقرأ القرآن قال قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم القرآن فهممت أن أقوم فبدى لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام نبي الله صلى الله عليه وسلم قالت أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله عز وجل فاتمتها اثني عشر شهر ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضا فهممت أن أقوم فبدى لي وطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وطر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحمة أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم فتلك تسع ركعات يا بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجعت صلى من النهار إثنتي عشرة ركعة ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت أما إني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشاكهني مشافة قال أبو عبد الرحمن كذا وقع في كتابي ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتره عليه السلام أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا محمد بن إسماعيل أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك قال قال زهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان أخبرنا عبيض الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال ثمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة فقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ثم لم يصل بنا ولم يقم حتى بقي ثلاث من الشهر فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة قال سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى بمنى أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزيناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد يضرب على كل عقدة ليلا طويلة أيرقد فإن استيقظ فذكر الله حلت عقدة فإن توضأ حلت عقدة أخرى فإن صلى حلت العقد كلها فيصبح طيبا نفس نشيطا وإلا أصبح خبيثا نفس كسلان أخبرنا إسحاقه إبراهيم قال أنبأنا جغير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أدنيه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن فلانا نام عن الصلاة البارحة حتى أصبح قال ذاك شيطان بال في أدنيه أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيا عن ابن عجلان قال حدثني القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلة فإن أبا نضحت في وجهه الماء أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون قلت يا رسول الله إنما أنفثنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها بعثها فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذة ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاف قال حدثني حكيم بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن محمد بن مسلم بن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسة فرجع إلينا فأيقظنا فقال قوما فصليا قالت فجلست وأنا أعرق عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفتنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا قال فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فقده ما نصلي إلا ما كتب الله لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وأفضل الصيام بعد رمضان المحرم أرسله شعبة بن الحجاج أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعيا عن زيد بن ربيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله عز وجل رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوا فتخلفهم رجل بأعقابهم فأعطاه ثرا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا أسهم فقام يتملقني ويطلو آياتي ورجل كان في سرية فلقوا العدو فانهزموا فأقبل بصدره حتى يقتله أو يفتح له أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر هو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن أشعة بن سليم عن أبيه عن مسروق قال قلت لعائشة أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت فأي الليل كان يقوم قالت إذا سمع الصارخ أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثنا الأزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق للمقام يوم القيامة أخبرنا يسويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن معمر والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين الهوي ثم يقول سبحان الله وبحمده الهوي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأحول يعني سليمان بن أبي مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال أنARS للم تنور السماوات والأرض ومن فيهن وَلَكَ الْحَمْدُ Elkraid La Di which room stands at 200% أُعَيَّام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت ثم ذكر قتيبة كلمة معناها وبك خاصمت وإليك حاكمت اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم عن مالك قال حدثني مخرمة بن سليمان عن كريب أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته فاتجع في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله قليلا أو بعده قليلا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفترها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اتجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش وحسين عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا صالد قال حدثنا شعبة عن حسين قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي حصين عن شقيق عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي حصين عن شقيق قال كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نشوص أكواهنا بالسواك أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال أنبأنا عمر بن يونس قال حدثنا عكلمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته قال كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدني لمختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاد قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع هويا من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لا تخلف المعاد ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه استل منه سواكا ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستنى ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام ثم اتجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قبل الفجر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا حميد عن أنس قال ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مصليا إلا رأيناه ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج عن أبي أخبرني ابن أبي مليكة أن يعلى ابن مملك أخبره أنه سأل أم سلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي العتم ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من نومه ذلك فيصلي مثل ما نام وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلاته فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يسبح ثم نعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن عمر بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمر بن العص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان يثوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا معاد بن خالد قال أنبأنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره أخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب عندنا من حديث معاذ بن خالد والله تعالى أعلم أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت وسليمان التيمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على قبر موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسر أبي على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسر يبه مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وإسماعيل بن مسعود قالا حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا يقول أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري به مررت على موسى وهو يصلي في قبره أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي وبقية قال حدثنا ابن أبي حمزة قال حدثني الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب بن الأرث عن أبيه وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها حتى كان مع الفجر لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إنها صلاة رغب ورهب سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصان فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها وسألت ربي أن لا ينبسنا شيعة فمنعنيها أخبرنا يا محمد بن عبد الله بن يزيدا قال حدثنا سفيان عن أبي عفور عن مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا دخلت العشر أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وعيقظ أهله وشجد المئزر أخبرنا يا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيا قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا صديقا فقلت يا أبا عمر حدثني ما حدثتك به أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخرة أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن زراهة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شقرا كاملا قط غير رمضان أخبرنا شعيد بن يوسف عن يحيا عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذك قالت فلانة لا تنهم فذكرت من صلاتها فقال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا ولكن أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارف قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحب فقالوا لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد أخبرنا قطيبة بن سعيد ومحمد بن منصور هو اللفظ له عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعب يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا صالح بن مهران وكان ثقة قال حدثنا النعمان بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزع يعني تشطق قدمه أخبرنا قطيبة قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلة فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدة ركع قاعدة أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا وكيع قال حدثني يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدة فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدة ركع قاعدة أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد وأب النظر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حتى دخل في السن فكان يصلي وهو جالس يقرأ فإذا غبر من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأ بها ثم ركع أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية أخبرنا عمر بن علي عن عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام بن عامر قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها قالت من أنت؟ قلت أنا سعد بن هشام بن عامر قالت رحم الله أباك قلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكان قلت أجل قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فيصلي ثماني ركعات يخيل إلي أنه نسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ويوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه فربما جاء بلاه فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي وربما يغفي وربما شككت أغفى أو لم يغفي حتى يؤذنه بالصلاة فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسن ولحم فذكرت من لحمه ما شاء الله قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه فإذا كان جوك الليل قام إلى طهوره وإلى حاجته فتوضأ ثم يدخل المسجد فيصلي ست ركعاء يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه وربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي وربما أغفى وربما شككت أغفى أم لا حتى يؤذنه بالصلاة قالت فما زالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمر بن علي عن حديث أبي عاصم قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثني أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهي وهو صائم وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدة ثم ذكرت كلمة معناها إلا المكتوبة وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإن كان يسيرا خالفه يونس رواه عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلم أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النظر قال أنبأنا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلم قالت ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا إلا المكتوبة خالفه شعبة وسفيان وقالا عن أبي إسحاق عن أبي سلم عن أم سلم أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا سلم عن أم سلم تقالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدة إلا الفريضة وكان أحب العمل إليه أدومه وإنقلن أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلم عن أم سلم قالت والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدة إلا المكتوبة وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه وإنقلن خالفه عثمان بن أبي سليمان فرواه عن أبي سلمة عن عائشة أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة أخبر أن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان يصلي كثيرا من صلاته وهو جالس أخبرنا أبو الأشعة عن يزيد بن زريع قال أنبأنا الجريري عن عبد الله بن شقيخ قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت نعم بعدما حطمه الناس أخبرنا قطيبة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد عن المطلب ابن أبي وداع عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي قاعدا يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيا عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فقلت حدثت أنك قلت إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائمة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن حقص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يجهر أم يسر قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما جهر وربما أسر أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا محمد يعني بن ثميع قال حدثنا يزيد يعني بن واقد عن كثير بن مرة أن عقبة بن عامر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى فقلت يركع عند المئتين فمضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فافتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فكان قيامه قريبا من ركوعه ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من ركوعه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن محمد المروزي سقه قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمر بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائمة ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائمة ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائمة فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال إلى الغداء قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي مرسل وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئا وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع علي الأزدي أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صليات الليل والنهار مثنى مثنى قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاوس قال قال ابن عمر سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإلى خشيت الصبح فواحدة أخبرنا عمر بن عثمان ومحمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يسأل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة أخبرنا موسى بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا نافع أن ابن عمر أخبرهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة أخبرنا قطيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة أخبرنا محمد بن يحيا قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وقال رسول الله صلى الله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة أخبرنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا حرملة قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث أن بن شهاب حدث أن سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة أخبرنا هنناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم وهو ابن ضمر عن علي رضي الله عنه قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمر عن علي رضي الله عنه قال الوتر 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 ليس بحكم كهيئة المكتوبة ولكنه ثنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سليمان بن سلم ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن النظر بن شميل قال أنبأنا شعبة عن أبي شمر عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث النوم على وطر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة ثم ذكر كلمة معناها عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث الوتر أول الليل وركعتي الفجر وصوني ثلاثة أيام من كل شهر أخبرنا هنال بن السري عن ملازم بن عمر قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارني أبي طلق بن علي في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحضر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر ثم قدم رجلا فقال له أوتر بهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وكران في ليلة أخبرنا محمد بن المثنة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أو ترى ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنوبا أفاض عليه من الماء وإلا توضى ثم خرج إلى الصلاة أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه وانتهى وطره إلى السحر أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وطرا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا محمد وهو بن المبارك قال حدثنا معاوية وهو بن سلام بن أبي سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو نظرة العواقي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوطر فقال أوتروا قبل الصبح أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل القناد قال حدثنا يحيى وهو بن أبي كثير عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي أنه كان في مسجد عمر بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال إني كنت أوتر قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر قال نعم وبعد الإقامة وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحر عن نافع أن ابن عمر كان يوتر على بعيره ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال 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 لي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا ومحمد قال حدثنا ثم ذكر كلمة معناها شعبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل أخبرنا الحسن بن محمد عن عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنا مثنا والوتر ركعة من آخر الليل أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا بن وهب عن عمر بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنا 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 فإذا أردت أن تنصر فاركع بواحدة توتر لك ما قد صليت أخبرنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثنا والوتر ركعة واحدة أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللف له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني بن المبارك قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ونافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول صلاة الليل ركعتين ركعتين فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحدة أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ثم يتقجع على شقه الأيمن أخبرنا يا محمد بن سلمة والحارك بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبر أنه سأل عائشة أم المؤمنين كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتابة عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام أن عائشة حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوطر أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيانة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ويكنت قبل ركوع فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة وفي الثالثة بقل هو الله أحد أخبرنا يحيى بن موسى قال أنبأنا عبد العزيز بن خالد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتابة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن ويقول يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثة أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكري بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد أو قفه سفير أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يوتر بثلاث يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل فاستنى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستنى ثم توضأ فصلى ركعتين حتى صلى ستة ثم أوتر بثلاث وصلى ركعتين أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ واستاك وهو يقرأ هذه الآية حتى فرغ منها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم صلى ركعتين ثم عاد فنام حتى سمعت نفه ثم قام فتوضأ واستاك ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فتوضأ واستاك وصلى ركعتين وأوتر بثلاث أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا معمر بن مخلد ثقة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن ابن عباس قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى وساق الحديث أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبونا بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثمان ركعات ويوجر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صلاة الفجر خالفه عمر بن مر فرواه عن يحيى بن الجزار عن أم سلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجر بثلاث عشرة ركعات فلما كبر وضعف أو ترى بتسعة خالفه عمارة بن عمير فرواه عن يحيى بن الجزار عن عائشة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسعة فلما أسن وثقل صلى سبعة أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني ضبارة بن أبي السليل قال حدثني دويد بن نافع قال أخبرني بن شهاب قال حدثني عقاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني أبو معيد عن زهري قال حدثني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل قال الحارث بن مستين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة ومن شاء أومأ إيماء أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهما بسلام ولا بكلام أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهما بتسليم أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال حدثنا سفيال بن الحسين عن الحكم عن مقسم قال المتر سبع فلا أقل من خمس فذكرت ذلك لإبراهيم فقال عمن ذكره قلت لا أدري قال الحكم فحججت فلقيت مقسمة فقلت له عمن قال عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتالة عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة قالت لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم فتلك تسع يا بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها مختصر فالفه هشام من دستوائي أخبرنا زكري بن يحيا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاب بن هشام قال حدثني أبي عن قتالة عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمل الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصل التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتالة عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام أن عائشة قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل فيستيق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما ثم يصلي التاسعة ويقعد وذكر كلمة نحوها ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد أخبرنا زكري بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفا أن سعد بن هشام بن عامر لما أنقدم علينا أخبرنا أنه أتى بن عباس فسأله عن وطر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك أو ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من قال عائشة فأتيناها فسلمنا عليها ودخلنا فسألناها فقلت أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل ما شاء يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جارس فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أو ترى بسبع ثم يصلي ركعتين وهو جارس بعدما يسلم فتلك تسعة أي بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها أخبرنا زكريا بن يحيا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتابة عن الحسن قال أخبرني سعد بن هشال عن عائشة أنه سمعها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جارس لما ضعف أوتر بسبع ركعات ثم صلى ركعتين وهو جارس أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتابة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ويركع ركعتين وهو جارس أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بني هاشم قال حدثنا حسين بن نافع قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام أنه وفد عدى أم المؤمنين عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي من الليل ثمان ركعات ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جارس مختصر أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأعمش فراه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعات ويوتر منها بواحدة ثم يتجع على شفقه الأيمن أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركع فلما كبر وضع فأوتر بتسر أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحوال عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصل العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أو ترى بها فقرأ فيها بمئة آية من نساء ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب النساء قال أنبأنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة عن لر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن زبيد وطلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد خالفهما حسين فرواه عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الحسن بن قزعة عن حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن أبي عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر لسبع اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن سلم وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثة ويرفع صوته بالثالثة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة رواه منصور عن سلمة بن كهيل ولم يذكر ذرا أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان إذا سلم وفرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا قول في الثالثة ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد ولم يذكر ذرا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ من الصلاة قال سبحان الملك الخدوس ثلاثة مرات أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا شعيب بن حرب عن مالك عن زبيد عن ابن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك عن زبيد عن ذر عن ابن أبزة مرسل وقد رواه عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا الحسن بن حبيب قال حدثنا روح بن القاسم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتاله قال سمعت عزرة يحدث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرر قال سبحان الملك القدوس ثلاثة أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتاله عن زرارته عن عبد الرحمن بن أبزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرر قال سبحان الملك القدوس ثلاثة ويمد في الثالثة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتالة يحدث عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى خالفهما شبابه فرواه عن شعبة عن قتالة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابة عن شعبة عن قتالة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبح اسم ربك الأعلى قال أبو عبد الرحمن لأعلم أحدا تابع شبابه على هذا الحديث قال فهو يحيى بن سعيد أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتالة عن زرارة عن عمران بن حسين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال قد علمت أن بعضهم خالجنيها أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد عن أبي الجوزاء قال قال الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوط اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر قال قل اللهم اهدني في من هديت وبارك لي فيما أعطيت وتولني في من توليت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي محمد أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن حرب وهشام بن عبد الملك قالا حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمر الفزري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من صخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء قال شعبة فقلت لي ثابت أنت سمعته من أنس قال سبحان الله قلت سمعته قال سبحان الله أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى عشرة ركع فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتين الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بشد اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته أخبرنا أحمد بن يحيا قال حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان ثوري وعبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته خالفهما أبو نعيم فرواه عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا أراد أن ينصر فقال سبحان الملك القدوس ثلاثة يرفع بها صوته قال أبو عبد الرحمن أبو نعيم أثبت عندنا من محمد بن عبيد ومن قاسم بن يزيد وأثبت أصحاب سفيان عندنا والله أعلم يحيى بن سعيد القطان ثم عبد الله بن المبارك ثم وكيع بن الجراح ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم أبو نعيم ثم الأسود في هذا الحديث ورواه جرير بن حازم عن زبيد فقال يمد صوته في الثالثة ويرفع أخبرنا حرمي بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير قال سمعت زبيدا يحدث عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرا يمد صوته في الثالثة ثم يرفع أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصدد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس أرسله هشام أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عامر عن هشام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر وساق الحديث أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة تسع ركعات قائمة يوتر فيها وركعتين جالسة فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد ويفعل ذلك بعد الوطر فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقا أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الصبح قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا وحديث عثمان بن عمر خطأ والله تعالى أعلم أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتالة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا للفجر خير من الدنيا وما فيها أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر ثم يتجع على شقه الأيمن أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قياما ليل أخبرنا الحارث بن أسد قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن صفية عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر قال أبو عبد الرحمن كلا الحديثين عندنا خطأ والله تعالى أعلم أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا يحيى قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بين النداء والصلاة ركعتين خفيفتين أخبرنا هشام بن عمر قال حدثنا يحيى يعني ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة قال هو ونافع عن ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين النداء والإقامة ركعتين خفيفتين ركعتين الفجر أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني نافع أن ابن عمر حدث أن حفصة حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن جهض من قال إسماعيل حدثنا عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أنبأنا نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح سجد سجدتين قبل صلاة الصبح أخبرنا عبد الله بن إسحاق عن أبي عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين أخبرنا محمد بن سلم قال أنبأنا بن القاسم عن مالك قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدى الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال حدثتني أختي حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا حدث بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين قبل الفجر وذلك بعدما يطلع الفجر أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن عمر عن الزهري عن سالم عن أبي قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمر عن يحيا قال حدثني أبو سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيا عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي ثلاث عشرة ركع يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الصبع أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا يونس عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن شريحا الحضرمية ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسد القرآن أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له صلاة صلى الله من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته أخبرنا أحمد بن مصر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه قال أبو عبد الرحمن أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل قال فهو سفيان أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان الثوري عن عبدة قال سمعت سويد بن غفلة عن أبي ذر وأبي الدرداء موقوفا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك لوم أو وجع صلى من النهار ثمتي عشرة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاخ قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو قال جزئه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفت أو كأنه أدركه رواه حميد بن عبد الرحمن بن عوف موقوفا أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعب عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال من فاته ورده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر فإنها تعجب صلاة الليل أخبرنا الحسن بن منصور بن جعفر من عيسى بوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على اثنتين عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الغازي عن المغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على اثنتين عشرة ركعة بن الله عز وجل له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركعت انتي عشرة ركعة في يومه وليلته سوى المكتوبة بنا الله له بها بيتا في الجنة أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قلت لعطاء بلغني أنك تركع قبل الجمعة اثنتين عشرة ركعة ما بلغك في ذلك قال أخبرت أن أم حبيبة حدثت عن بسة بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ركع اثنتين عشرة ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة بنا الله عز وجل له بيتا في الجنة أخبرني أيوب بن محمد قال أنبأنا معمر بن سليمان قال حدثنا زيد بن حبان عن ابن جريج عن عطاء عن عن بسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم ثنتين عشرة ركعة بنا الله عز وجل له بيتا في الجنة قال أبو عبد الرحمن عطاء لم يسمعه من عن بسة أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني محمد بن سعيد الطائفي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية قال قدمت الطائف فدخلت على عن بسة بن أبي سفيان وهو بالموت فرأيت منه جزعة فقلت إنك على خير فقال أخبرتني أختي أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتين عشرة ركعة بالنهار أو بالليل بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة خالفهم أبو يونس القشيري أخبرنا يا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان ومحمد بن مكي قالا أنبأنا عبد الله عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي رباح عن شهر ابن حوشب حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت من صلى ثنتين عشرة ركعة في يوم فصلى قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة أخبرنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا أبو الأسود قال حدثني بكر بن مضرع عن ابن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عمر بن أوس عن عن بسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتين عشرة ركعة من صلى هن بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الصبح أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ليس بوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن المسيب عن عن بسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ثنتين عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين قبل العصر واثنتين بعد المغرب واثنتين قبل الصبح قال أبو عبد الرحمن فليح بن سليمان ليس بالقويم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا زهير عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عن بسة أخي أم حبيبة عن أم حبيبة قالت من صلى في اليوم والليلة ثنتين عشرة ركعة سوى المكتوبة بني له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وثنتين قبل العصر وثنتين بعد المغرب وثنتين قبل الفجر أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل عن المسيب بن رافع عن عن بسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة ثنتين عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن المسيب بن رافع عن عن بسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت من صلى في الليل والنهار ثنتي عشرة ركع سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن مكي وحبان قالا حدثنا عبد الله عن إسماعيل عن المسيب بن رافع عن أم حبيبة قالت من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركع سوى المكتوبة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة لم يرفعه حسين وأدخل بين عنبسة وبين المسيب ذكوان أخبرنا زكري بن يحيى قال حدثنا وهب قال حدثنا صالد عن حسين عن المسيب بن رافع عن أبي صالح ذكوان قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان أن أم حبيبة حدثت أنه من صلى في يوم ثنتي عشرة ركع بني له بيت في الجنة أخبرنا يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم ثنتي عشرة ركع سوى الفريضة بنى الله له أو بني له بيت في الجنة أخبرنا علي بن المسنة عن سويد بن عمر قال حدثني حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتي عشرة ركع في يوم وليلة بنى الله له بيت في الجنة أخبرنا زكري بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة قال من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى له بيت في الجنة أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سليمان عن سهيد بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيت في الجنة قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن الأصبهاني وقد روي هذا الحديث من أوجه سوى هذا الوجه بغير اللفظ الذي تقدم ذكره أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام للعطار قال حدثني إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمر الأوزاعي عن حسان بن عطية قال لما نزل بعنبستة جعل يتضور فقيل له فقال أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار فما تركتهن منذ سمعتهن أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثني أيوب رجل من أهل الشام عن القاسم الدمشقي عن عنبست بن أبي سفيان قال أخبرتني أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حبيبها أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرها قال ما من عبد مؤمن يصلي أربع ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبست بن أبي سفيان عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله عز وجل على النار أخبرنا محمود بن خالد عن مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبست بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال مروان وكان سعيد إذا قلئ عليه عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك ولم ينكر وإذا حدثنا به هو لم يرفعه قالت من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار قال أبو عبد الرحمن مكحول لم يسمع من عنبست شيئا أخبرنا عبد الله بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي سفيان قال لما نزل به الموت أخذه أمر شديد فقال حدثتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب حديث مروان من حديث سعيد بن عبد العزيز أخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا معنى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحد منكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب أخبرنا عمر بن عطمان قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال حدثني الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يعيش يزداد خيرا وهو خير له وإما مسيئا فلعله أن يستعتب أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن ذريع عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز وأنبأنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج وهو الغصري عن يونس عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعو بالموت ولا تتمنوه فمن كان داعيا لابد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال دخلت على خباب وقد اكتوا في بطنه سبعة وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت دعوت به أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمر وأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يزيد قال أنبأنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات قال أبو عبد الرحمن محمد بن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن أم سلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلما مات أبو سلم قلت يا رسول الله كيف أقول قال قولي اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه عقبا حسنا فأعقبني الله عز وجل منه محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد وأنبأنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن المثنى بن سعيد عن ختادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موت المؤمن بعرق الجبين أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا كهمة عن ابن بريدة عن أبيه قال سنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فأراد أبو بكر أن يرتد فأشار إليهم أن انكثوا وألقى السجفة وتوفي من آخر ذلك اليوم وذلك يوم الاثنين أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمر قال مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده قالوا ولمذاك يا رسول الله قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاد بن هشام قال حدثني أبي عن قسادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وإن الكافر إذا احتضر أتتهم ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي صاخطة مسخوط عليك إلى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنت ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار أخبرنا هناد عن أبي زبيد وهو عبثة بن القاسم عن مطرف عن عامر عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال شريح فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا قالت وماذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ولكن ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت قالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للذي تذهب إليه ولكن إذا طمح البصر وحشرج الصدر وقشعر الجلد فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك وأنبأنا قتيبة قال وأنبأنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتابه قال سمعت أنسا يحدث عن عباده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أخبرنا أبو الأشعة قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتابه عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد وأخبرنا حميد بن مسعده عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتابه عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه زاد عمر في حديثه فقيل يا رسول الله كراهية لقاء الله كراهية الموت كلنا نكره الموت قال ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه أخبرنا أحمد بن عمر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المسنة قال حدثنا يحيا عن سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعن عائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله قال قال معمر ويونس قال الزهري وأخبرني أبو سلم أن عائشة أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بسنع حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى ببرد خبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله فبكى ثم قال بأبي أنت والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ميتها أخبرني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت بن المنكذر يقول سمعت جابرا يقول جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي بثوب وجعلت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فلما رفع سمع صوت باكية فقال من هذه فقالوا هذه بنت عمر أو أخت عمر قال فلا تبكي أو فلم تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجيحتها حتى رفع أخبرنا هنال بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها إلى صدره ثم وضع يده عليها فقضت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أم أيمن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك فقالت ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي ولكنها رحمة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيك وهو يحمد الله عز وجل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس أن فاطمة بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات فقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابة أن أباه قتل يوم أحد قال فجعلت أكشف عن وجهي وأبكي والناس ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني وجعلت عمتي تبكيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال قرأت على مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجب فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد غلبنا عليك أبا الربيع فصحنا نساء وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت خضيت جهازك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل المطعون شهيد والمبطون شهيد والغريخ شهيد وصاحب الهدم شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد وصاحب الحرق شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة أخبرنا يونث بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال معاوية بن صالح وحدثني يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت لما أتا نعي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صئر الباب فجاءه رجل فقال إن نساء جعفر يبكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فانههن فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين فقال انطلق فانههن فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين قال فانطلق فاحث في أفواهه من التراب فقالت عائشة فقلت أرغم الله أنف الأبعد إنك والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت بفاعل أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن صبيح قال سمعت محمد بن سيرين يقول ذكر عند عمران بن حسين الميت يعذب ببكاء الحي فقال عمران قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال 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 سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء أهله عليه أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن حكيم بن قيس أن قيس بن عاصم قال لا تنوح عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه مختصر أخبرنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهم أن لا ينحن فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدنا في الجاهلية أفنسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة قال حدثنا ختادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا منصور هو ابن زابان عن الحسن عن عمران بن حسين قال الميت يعذب بنياحة أهله عليه فقال له رجل أرأيت رجلا مات بخراسان وناح أهله عليه هاهنا أكان يعذب بنياحة أهلك قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت أنت أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب القبر ليعذب وإن أهله يبكون عليه ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أنها أخبرت أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه قالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكن نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيانة قال قصه لنا عمر بن دينار قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس قالت عائشة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا عبد الجبار بن الورد سمعت ابن أبي مليكة يقول لما هلكت أم أبان حضرت مع الناس فجلست بين عبد الله ابن عمر وابن عباس فبكينا النساء فقال ابن عمر ألا تنهى هؤلاء عن البكاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك خرجت مع عمر حتى إذا كنا بالبيداء رأى ركبا تحت شجرة فقال انظر من الركب فذهبت فإذا صهيب وأهله فرجعت إليه فقلت يا أمير المؤمنين هذا صهيب وأهله فقال علي بصهيب فلما دخلنا المدينة أصيب عمر فجلس صهيب يبكي عنده يقول وأخياه وأخياه فقال عمر يا صهيب لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه قال فذكرت ذلك لعائشة فقالت أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين ولكن السمع يخطئ وإن لكم في القرآن لما يشفيكم ألا تزروا وازرة وزر أخرى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر بن عطاء أن سلمة بن الأزرق قال سمعت أبا هريرة قال مات ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن ويطردهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب أخبرنا علي بن خشر من قال حدثنا عيسى عن الأعمش أنبأنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروع عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية ودعا بدعاء الجاهلية واللفظ لعليه وقال الحسن بدعوة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عوف عن خالد الأحدب عن صفوان بن محرز قال أغمي على أبي موسى فبكوا عليه فقال أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد عن إبراهيم عن مسروع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال أنبأنا جعفر بن عوف قال حدثنا أبو عميس عن أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي برد قال لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته تصيح قال فأفاقف قال ألم أخبرت أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وخرق وسلق أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية أخبرنا محمد بن المسنة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى أنه أغني عليه فبكت أم ولد له فلما أفاق قال لها أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناها فقالت قال ليس منا من سلق وحلق وخرق أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق وسلق وخرق أخبرنا همناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن القرثع قال لما ثقل أبو موسى صاحت امرأته فقال أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثم سكتت فقيل لها بعد ذلك أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو سلق أو خرق أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن أبنا لي خبض فأتنا فأرسل يقرأ السلام ويقول أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عند الله بأجل المسمى فلتصبر ولتحتسد أرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا رحمة يجعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إيمس وهو معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال له أتحبه فقال أحبك الله كما أحبه فمات ففقده فسأل عنه فقال ما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا عمر بن سعيد بن أبي حسين أن عمر بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك وذكر في كتابه أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة أخبرنا أحمد بن عمر بن السرحي قال حدثنا بن وهب حدثني عمر قال حدثني بكير بن عبد الله عن عمران بن نافع عن حص بن عبيد الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة فقامت امرأة فقالت أو اثنان قال أو اثنان قالت المرأة يا ليتني قلت واحدا أخبرنا يوتف بن حمد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر قلت حدثني قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغ الحنثة إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياه أخبرنا قتيبة بن سعيد عن نالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليا وعبد الرحمن بن محمد قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق عن عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة قال يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم أخبرنا إسحاق قال أنبأنا جرير قال حدثني طلق بن معاوية وحفظ بن غياث قال حدثني جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها يشتكي فقالت يا رسول الله أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت بفضار شديد من النار أخبرنا إسحاق قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا قبل أن يجيء خبرهم فنعاهم وعيناه تذرفان أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبدالله وابن يزيد المقري وأنبأنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال سعيد حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمر قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه فإلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ما أخرجك من بيتك يا فاطمة قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم قال لعلك بلغت معهم الكدى قالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبي قال أبو عبد الرحمن ربيعة ضعيف أخبرنا قطيبة عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أم عضية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تغفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسب واجعلنا في آخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه أخبرنا يا قطيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس قالت توفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسلك لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتل فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال ما قالت طال عمرها فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريد قال أيوب سمعت حصة تقول حدثتنا أم عقية أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون قلت نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون قالت نعم أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا هشام قال حدثنا حفصة عن أم عطية قالت ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنها بماء وسدر وغسلنها وطر ثلاثا أو خمسا أو سبعة إن ضعيتن ذلك واجعلن في الآخرة شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذننا فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه ومشطناها ثلاثة قرون وألقيناها من خلفها أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه أخبرنا قتيبة قال أحدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية نحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أحدثنا بشر عن سلمة بن عالقمة عن محمد عن بعض إخوته عن أم عطية قالت توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بغسلها فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن قالت قلت وطرا قال نعم واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه أخبرنا عمر بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وصدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه قال أو قالت حفصة اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتني حفصة عن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون أخبرنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أيوب بن أبي تميمة أنه سمع محمد بن سيرين يقول كانت أم عطية امرأة من العنصار قدمت تبادر ابنا لها فلم تدركه حدثتنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسب وجعل في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتنا فآذنني فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك قال لا أدري أي بناته قال قلت ما قوله أشعرنها إياه أتؤذر به قال لا أراه إلا أن يقول الففنها فيه أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت توفي إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واغسلنها بالسدر والماء واجعلن في آخر ذلك كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فآذنا فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان ويوسف بن سعيد واللفظ له قال أنبأنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كثن غير طاقل فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخا فليحسن كثن أخبرنا عمر بن علي قال أنبأنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي خلابة عن أبي المهل بشورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكثنوا فيها موتاكم أخبرنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال كفنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض أخبرنا قطيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة أخبرنا قطيبة قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة لا عمامة فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد من حبر فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه ثم قال إذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه فجذبه عمر وقال قد نهات الله أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فصلى عليه فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمر قال سمعت جابرا يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته فوقف عليه فأمر به فأخرج له فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه والله تعالى أعلم أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عمر سنع جابرا يقول وكان العباس بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه أخبرنا أبيض الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن الأعمش وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيا بن سعيد القطان قال سمعت الأعمش قال سمعت شقيقا قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى فوجب أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه إلا نمر كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلا وإذا غطينا بها رجلي خرجت رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذ خرا ومنا من أين عتله ثمرته فهو يهدبها واللفظ الإسماعيل أخبرنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا يونث بن نافع عن عمر بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوا المحرم في ثوبيه الذين أحرم فيهما وارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تنسوه بطيب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وشبابه قالا حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا نظرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أمية بن خالد عن المستمر بن الزيان عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير طيبكم المسك أخبرنا قطيبة في حديثه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبر أن مسكينة مرضة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني فأخرج بجنازتها ليلا وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها قالوا يا رسول الله كربنا أن نوقظك ليلا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مكران أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلي أين تذهبون به أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو أمامة بن سهل أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن بن يونس قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن ثمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير وجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم فكانوا يدبون ذليبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة على بغلة فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت وقال خلوا فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا فانبسط القوم أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا واللفظ حديث هشيم أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل عن يحيى أن أبا سلم تحدث عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فلم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة العدوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن هشام وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريت عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال قال أبو سعيد وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاف قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبية يحدث عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا عليه بجنازة فقام وقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة بالقادسية فمر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقالا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام فقيل له إنه يهودي فقال أليست نفسا أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن هشام وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت بنا جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلت يا رسول الله إنما هي جنازة يهودية فقال إن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا اللفظ لخالد أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر قال كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لها فقال علي ما هذا قال أمر أبي موسى فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك أخبرنا قطيبة قال أحدثنا حماد عن أيوب عن محمد أن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية قال ابن عباس نعم ثم جلس أخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن ابن سيرين قال مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن ابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قام لها ثم قعد أخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس والحسن ابن علي مرت بهما جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر فقال الذي قام أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام قال له الذي جلس لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي قال حدثنا حافم عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن بن علي كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة فقال الحسن إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مرت به حتى توارث وأخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارث أخبرنا إسحاق قال أنبأنا النضر قال حدثنا حماد بن سلم عن قتادة عن أنس أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقال فقيل إنها جنازة يهودي فقال إنما قمنا للملائكة أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن عمر بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا ما المستريح وما المستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أخبرنا محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلم وهو الحراني عن أبي عبد الرحيم حدثني زيد عن وهب بن كيسان عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلعت جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه المؤمن يموت فيستريح من أوصاب الدنيا ونصبها وأذاها والخاجر يموت فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر فداك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت فقال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال سمعت إبراهيم بن عامر وجده أمية بن خلف قال سمعت عامر بن سعد عن أبي هريرة قال مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قالوا يا رسول الله قولك الأولى والأخرى وجبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الملك وعبد الله بن يزيد قالا حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال أتيت المدينة فجلست إلى عمر بن خطاب فمر بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالث فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربع قالوا خيرا أدخله الله الجنة قلنا أو ثلاثة قال أو ثلاثة قلنا أو اثنان قال أو اثنان أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هابك بسوء فقال لا تذكروا هلكاكم إلا بخير أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل عن شعبة عن سليمان الأعمش عن مجاه عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى واحد عمله أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص وأنبأنا أناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعة عن معاوية بن سعد قال قال هناد قال البراء بن عازب وقال سليمان عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة للمريض وتشنيط العاقس وإبرار القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي واتباع الجناز ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن الميافر والقسية والاستبرق والحرير والديباج أخبرنا قتيبة قهل حدثنا عبثر عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن المسيد بن رافع قال سمعت البراء بن عازب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قراط ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قراطان والقيراط مثل أحد أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعة عن الحسن عن عبد الله بن المغفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قراطان فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قراط أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا سعيد بن عبيد الله وأخوه المغيرة جميعا عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال حدثنا بشر بن السري عن سعيد الثقفي عن عمه زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا همام قال حدثنا سفيان ومنصور وزياد وبكر هو ابن وائل كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهري يحدث أن سالما أخبره أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة بكر وحده لم يذكر عثمان قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل أخبرنا علي بن حجر وعمر بن زرارة نيسى بري قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه أخبرنا عمر بن منصور حدثنا سفيان قال حدثنا طلحة بن يحيا عن عمته عائشة بنت طلحة عن خالتها أم المؤمنين عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه قالت عائشة فقلت طوبى لهذا أصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك قال أو غير ذلك يا عائشة خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن عبيد الله قال سمعت زيادة بن جبير يحدث عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه أخبرنا إسحاق قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عامدين أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد عن قيس هو ابن سعد عن طاوس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عامدين أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال خلقهم الله حين خلقهم وهو يعلم بما كانوا عامدين أخبرني مجاهد بن موسى عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قال أخبرني أكرمة بن خالد أن ابن أبي عمار أخبر عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت أزوة غيم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى إلها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدق فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدق ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحظ قال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدخنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا أخبرنا محمد بن يحيا ونوح بن حبيب قالا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم فمات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهند عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني زنيت وهي حبلة فدفعها إلى وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها فلما وضعت جاء بها فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها فقال له عمر أتصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا هشيم عن منصور وهو ابن زاذان عن الحسن عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال لقد هممت أن لا أصلي عليه ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمر عن زيد بن خالد قال مات رجل بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله ففتشنا متاع فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود ما يساوي ترهمين أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا قال أبو قتادة هو عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنة قال حدثنا يحيا قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة يعني ابن الأكوع قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقالوا يا نبي الله صل عليها قال هل ترك عليه دينا قالوا نعم قال هل ترك من شيء قالوا لا قال صلوا على صاحبكم قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صل عليه وعلي يدينا فصلى عليه أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بميت فسأل أعليه دين قالوا نعم عليه ديناران قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلي عليه فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك ديلا فعليه ومن ترك مالا فلورثته أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن عليه دين سأل هل ترك بدينه من قضاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا أبو الوليد قال حدثنا أبو خيثمة زهير قال حدثنا سماك عن ابن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى ثم فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديده ثم انقطع علي شيء خالد يقول كانت حديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبت إليه فقلت يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخفر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني قد خيرت فاخترت فلو علمت أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت عليها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيد بن بيطاء إلا في المسجد أخبرنا سويد بن مصر قال حدثنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة أن عباد بن عبد الله بن زبير أخبره أن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيد بن بيطاء إلا في جوف المسجد أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها وقال إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها فتوفيت فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتمة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام فكرهوا أن يوقظوه فصلوا عليها ودفنوها ببقيع الغرقد فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم عنها فقالوا قد دفنت يا رسول الله وقد جئناك فوجدناك نائما فكرتنا أن نوقظك قال فانطلقوا فانطلق يمشي ومشوا معه حتى أروه قبرها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه فصلى عليها وكبر أربعه أخبرنا يا محمد بن عبيد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه فقام فصف بنا كما يصف على الجنازة وصلى عليه أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى فصف بهم فصلى عليه وكبر أربع تكبيرات أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلم عن أبي هريرة قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية لأصحابه بالمدينة وصفوا خلفه فصلى عليه وكبر أربع قال أبو عبد الرحمن بن المسيب إني لم أفهمه كما أردت أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه فصففنا عليه صفين أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود سمعت شعبة يقول الساعة يخرج الساعة يخرج حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كنت في الصف الثاني يوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشية أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونث عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشية قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن عمار قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما وفي القوم أبو سعيد الخضري وابن عباس وأبو ختادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يل الإمام فقال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا بن المبارك والفضل بن موسى وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حسين المكتب عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلان ماتت في نفاسها فقام في وسطها أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي وخرج بهم فصف بهم وكبر أربع تكبيرات أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال مرضت امرأة من أهل العوالي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء عيادة للمريض فقال إذا ماتت فآذنوني فماتت ليلا فدفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبح سأل عنها فقالوا كرهنا أن نوقظك يا رسول الله فأتى قبرها فصلى عليها وكبر أربع أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عمر بن مرة عن ابن أبي ليلى أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليها خمسة وقال كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح عن ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى السوق الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وخيه عذاب القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت لو كنت الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنوا قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد الكلاعي عن جبير بن نفير الحطرمي قال سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت في دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة ونجه من النار أو قال وأعذه من عذاب القبر أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت عمر بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن خالد سلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده فصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم قالوا دعونا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم الحق بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله فلما بينهما كما بين السماء والأرض قال عمر بن ميمون أعجبني لأنه أسند لي أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن ذريع قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصري عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا أخبرنا الهيثم بن أيوب قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال حدثنا أبي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف بن عباس على جنازه فقرأ بفاتحة الكتاب وصورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله قال صليت خلف بن عباس على جنازه فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب فلما انصر فأخذت بيده فسألته فقلت تقرأ قال نعم إنه حق وسنة أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري عن الضحاف بن قيس الدمشقي بنحو ذلك أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن سلام بن أبي مطيع الدمشقي عن أيوب عن أبي خلابة عن عبد الله بن يزيد رضي عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أممة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مئة يشفعون إلا شفعوا فيه قال سلام فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي خلابة عن عبد الله بن يزيد رضي عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين فيبلغوا أن يكونوا مئة فيشفعوا إلا شفعوا فيه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن سواء أبو الخطاب قال حدثنا أبو بكار الحكب بن فروخ قال صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم والتحسن شفاعتكم قال أبو المليح حدثني عبد الله وهو ابن صريط عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه فسألت أبو المليح عن الأمة فقال أربعون أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى توضع في الأحد فله قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يومي نسى عن الزبري قال أنبأنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة رجل مسلم احتسابا وصلى عليها ودفنها فله قيراطان ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال أنبأنا داود عن عامر عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قيراط من الأجر ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعدن حتى توضع أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن واقد عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام على الجنازة حتى توضع فقال علي بن أبي طالب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا صالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا ورأيناه قعد فقعدنا شكرا 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 شكرا